موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية حيث لا زالت تحظى زيارة العمل الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى فرنسا بالكثير من الاهتمامات الصحفية تناولت من خلالها الجلسة التي عقدها سموه مع المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو وأكبار مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وأجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج الثقافية السعودية في اليونيسكو وتطوير التعاون مع المملكة بما يتوافق مع رؤية السعودية عشرين ثلاثين نتابع أبرز ما تناوته الصحافة عن هذه الزيارة ثم نعود البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي كان عنوانها توافق سعود فرنسيا على سياسة دولية جديدة بالمنطقة حيث أشارت إلى أن الأميرة محمد بن سلمان اجتمع مع رئيس البرلمان ومديرة اليونيسكو في ثاني يوم من زيارته إلى فرنسا أما صحيفة الوطن فكان عنوانها تطوير التعاون بين اليونيسكو والسعودية عشرين ثلاثين فيما كان عنوان صحيفة الحياة محمد بن سلمان يختتم زيارته في فرنسا بلقاء رجل أعمال ومديرة اليونيسكو أما صحيفة مكة فكان عنوانها الرياض تدعم الطلبا للنيونيسكو بتفقد أثار اليمن حيث بحث ولي ولي العهد تطوير التعاون الثقافي مع اليونيسكو فرنسا شراكة سعودية وصداقة خليجية عنوان احتل الصفحة الأولى لصحيفة المدينة حيث التقى ولي ولي العهد مع رئيسة لجنة الصداقة الخليجية الفرنسية بالبرمان الفرنسي نتالا قولي كما زار سموه مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو في باريس فيما كان عنوان صحيفة اليوم ولي ولي العهد يبحث التعاون اليونيسكو وفق رؤية عشرين ثلاثين وفي ذات السياق جاء عنوان صحيفة عكاض ولي ولي العهد مساعي لتطوير الاستثمارات الفرنسية بالمملكة ورؤية عشرين ثلاثين تتصدر أما صحيفة الجزيرة فكان عنوانها ولي ولي العهد يزور اليونيسكو ويبحث مع رينا بوكوفا تطوير التعاون الثقافي بما يتوافق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين فيما جاء عنوان صحيفة الرياض ولي ولي العهد يبحث مع مديرة اليونيسكو التعاون وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين وأخيرا من صحيفة الاقتصادية التي كان عنوانها ولي ولي العهد يبحث تطوير التعاون الثقافي مع يونسكو وفق رؤية المملكة الجديدة ولمناقشة ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم مرحب بضيفي من الدمام الصحفي فالح الصغير أهلا وسهلا بك أستاذ فالح أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام ونهنئكم بالعشر الأواخر من رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وبلغنا ليلة القدر إن شاء الله في البداية أستاذ فالح كيف وجدت تغطية الصحافة للقاء الأمير محمد بن سلمان مع مسؤولية اليونسكو ودائما في العمل الصحفي يعني يحاول الواحد أن يخرج من كما وضحنا سابقا من النمطية في النقل من الأسلوب المعتاد الذي هو النقل للحدث هناك نقل ما بعد الحدث فالزيارة التاريخية زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا هي تدخل في إطار العلاقات الجيدة مع فرنسا وهذه العلاقات بدأت منذ عقود وكان للقاء فيما أذكر لقاء الملك فيصل وديقول كان نقلة كبيرة في العلاقات السعودية الفرنسية والفرنسا تكاد تكون من أقرب الدول الأوروبية في قضايا العربية ولذلك تقوية العلاقات تأتي من هذه الرؤية ومن أهميتها وضرورتها وكما نعلم أن الفرنسا عانت كثيرا من الارهاب مثل ما عانت المملكة ولذلك يكون هناك نقاش وتفاهم حول هذا الموضوع الهام والاستفادة من تجارب السعودية والفرنسية في ذلك وزيارة الأمير محمد بن سلمان هي زيارة متعددة في اللقاءاتها وفي بحثها لعدد من القضايا ومن الواضح أن الاستثمار له دور كبير في هذه الزيارة خاصة عشرين ثلاثين هذه الرؤية النقلة النوعية للمملكة العربية السعودية إذا سمحت لي حرص الأمير محمد بن سلمان على تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين واضح جدا والدليل اللقاءات التي عقدها سواء في الولايات المتحدة مع كبرى الشركات التقنية وكبرى الشركات الترفيهية والآن نشاهد لقاء مع أكبر منظومة ثقافية على مستوى العالم كيف يمكن أن تخدم هذه اللقاءات وهذه الاتفاقات التي تم توقيعها رؤية المملكة عشرين ثلاثين هذه اللقاءات تعطي بعدا إعلاميا قويا لمعرفة تفاصيل رؤية عشرين ثلاثين نحن بحاجة إلى شرح أكثر لهذه الرؤية لهذه الدول فرنسا وولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول ذات القوة الفاعلية وأيضا الدول العالم بشكل عام ولذلك الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان هو دور أيضا تحرك غير التحرك السياسي وتحرك اقتصادي وتحرك إعلامي لهذه الرؤية ولدور المملكة ولتأثيرها وللقدرة في صنع السلام في العالم لما لها من دور وتأثير سواء على المستوى العالمي أو العربي طبعا جميل من بداية هذه الزيارة ما هي الصحيفة التي تميزت في تغطية هذه الزيارة طبعا نتحدث عن تمييز الأرقام والتقانير وغيرها من الأمور التي تميز الصحيفة عن الصحف الأخرى وما نستطيع تحديد صحيفة بعينها لكن كل صحيفة تطرح طريقتها في المتابعة لكن نعيد ونكرر أنه المهم ما بعد الحدث المهم متابعة ما بعد الحدث مدى تأثير هذا الحدث في المستقبل سواء العلاقات السعودية الأمريكية أو العلاقات السعودية الفرنسية وهذا التأثير أيضا التأثير الاقتصادي كما هو واضح أنه هناك بعد استثماري وبعد اقتصادي كبير في الزيارتين فلذلك لا بد هناك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان هي زيارة تكاد تكون أطول زيارة لمسؤول سعودي فلذلك واللقاءات فيها متعددة ومختلفة هناك لقاءات مع سياسيين رسميين اقتصاديين حتى التقنية هناك لفتة كبيرة وواضحة على اللقاءات مع هذا الإعلام الجديد هذا الفضاء الجديد المؤسسون لهذا الإعلام كان لهم لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان وهذه خطوة جيدة تعطي آفاق جيدة ومفيدة للمملكة العربية السعودية في الدخول بشكل أكبر وأكبر في هذا العالم الجديد وفي هذه التقنية المتطورة السريعة جميل نتحول الآن إلى ملف آخر من صحيفة عكاب حيث وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور بفرج الحكباني أن تعديل تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير يخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ويحفظ حقوقهم ويتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس وأشار الدكتور أن الهدف من القرار مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل أستاذ فالح رأيك في هذا الخبر أي نظام في العالم لا بد من تطويره ومعرفة السلبيات والإيجابيات حتى يمكن تفادي السلبيات والبناء عليها للخروج بإيجابيات في العمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى إلى هذا التطوير وهذا القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المؤقر وهو يخدم المنتمين إلى التأمينات الاجتماعية لكن أنا أرى أنه من المهم أنه تنفتح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الإعلام بشكل أكبر وبشكل واسع حتى يمكن معرفة التفاصيل هناك بعض الملاحظات مطروحة أعلى مسؤول فيها قبل أيام أن التأمينات تدرس موضوع التقاعد المبكر وهذا يضع أمامنا علامات استفهام كبيرة لابد أن يخرج سواء معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس دارة التأمينات الاجتماعية أو رئيس المؤسسة أو أي مسؤول فيها لتوضيح كل علامات الاستفهام المطروحة وكل الأسئلة سواء من خلال مؤتمر صحفي أو من خلال بيانات تكون واضحة وتصدر وهذا هو المهم بالنسبة للعمل الصحفي والإعلامي أن تكون صدورها في وقت مناسب ليمكن متابعتها وقراءة تفاصيلها أيضا هناك ملاحظة أنه مثلا أنه موظف أو تقاعد وعمل متعاونا مع شركة لمدة محدودة لأشهر فهناك كما كان يطرح من بعض المنتمين لها أو من عانوا من هذا يخصم عليه مبلغ أطول من الفترة إذا كانت مثلا عاملة متعاونا في شركة وهو متقاعد من شركة أخرى ستة أشهر فلا يخصم عليه هذه الفترة التي هي ستة أشهر تخصم عليه سنوات ثلاث سنوات سنتين أربع سنوات وهذا طيب هو عمل لمدة ستة أشهر فهذه هي أسئلة تبحث عن إجابة يعني لماذا يخصم عليه مدة أكثر مما عملها ولديهم إثباتات بأنهم عملوا لهذه الفترة القصيرة فلماذا يخصم عليه أكثر أو ضعف وضعاف ما عمله فهذه أسئلة مطروحة وكثيرة يليد أن التامينات الاجتماعية تجاوب أو تعطي الرأي العام والمنتمون لها كثيرون فلذلك يتمس حياة الناس تمس حياة كثير من من يستلمون رواتب تقاعدية من من يحصلون على هذه الرواتب ولذلك يتابعون بشغف ويتابعون بحرص ما تصدره التامينات وما يعقده مؤتمر صحفي فيليد ونتمنى أن يكون هناك انفتاح أكثر وأكثر وأن يكون هناك من سواء الرئيس أو النائب أو المسؤول يكون هناك لقاءات بين فترة وآخرى مع هؤلاء الذين ينتمون إلى المؤسسة ستحدث عن عدم وجود شفافية كبيرة لدى مؤسسة التامينات وتحدث عن وجود بعض المشكلات لديها لماذا لم تسلط الصحف الضوء على هذه المشكلات الموجودة حتى تعالجها مؤسسة العمل للتأمينات وغيرها من المؤسسات التي يكون لديها عدة بعض المشكلات نحن كصحافة وكإعلام نحتاج إلى الطرح بشكل أكثر وأكبر هناك طرحة قضايا يعني التقاعد المبكر هذا اللي يعلن عنه من فترة طرحها ونوقش وهناك من ناقشه بشكل دقيق وواضح من بعض الكتاب لا أذكر اسم صراحة لكن هناك طرح لهذه القضايا وللعلم أن الإعلام والصحافة كان لها دور كبير في صدور النظام التأمينات الأخير الذي صدر قبل سنوات الذي يعطي فرصة للتقاعد المبكر لمن قضى في العمل في الشركة أو تحت مضلة التأمين و25 سنة بما يعادل 300 شهر الصحف كانت طرحت هذا الموضوع بشكل مكثف حتى يعني ما هي الصحف لها دور رئيسي لكنها ساهمت في إنتاج هذا النظام وطرح هذا النظام وتفعيله وهذا ما حدث من الصحافة طبعا المطلوب في كل الأحوال هو أكثر وأكثر وطرح قضايا ومناقشتها لأنه هذا الموضوع تصريح معالي الوزير وتصريح الرئيس المؤسسة يفتح أبواب ونوافذ لطرح قضايا كبيرة وكثيرة متعددة للصحافة أستاذ فالح أشارة صحيفة عكاب لحديث محافظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي أكد أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كل النظامين ما هو تعليقك على هذا الحديث؟ طيب هناك من لا يعرف تفاصيل كيف يساهم في قيم جيدة للمتقاعد وضحوها يعني لا بد من التوضيح أنا كمؤمن علي أنا مثلا وأنت أو أي واحد مؤمن لا بد من قراءة ما بعد الخبر قراءة ما بعد هذا لا بد معرفة كيف يتم تقييم ذلك كيف يتم معرفة ذلك يعني لا نتوقف أو على الصحف أيضا وبالجانب الآخر المؤسسة التأمينات الاجتماعية أن لا تتوقف عند هذه النقطة أن تسعى الطرفان يسعيان إلى طرح هذه وطرح الأسئلة والإجابة وأن تكون الإجابة وافية شافية كافية حتى تقنع عدد من المنتمين أو المنتمون بشكل كبير تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ورقمهم كبير بالآلاف جميل أستاذ فالح نتحول الآن إلى خبر جديد من صحيفة المدينة حمل عنوان 25 ألف ريال عقوبة غير المتزمين بعقود الإيجار الإلكترونية حيث علمت صحيفة المدينة أن هناك عقوبات على مكاتب العقار التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني من خلال الشبكة الموحدة للتأجير حيث تبدأ هذه العقوبات من 25 ألف ريال مع إغلاق المكتب مؤقتا أو إغلاق التصريح نهائيا ويهدف هذا المشروع الذي أقره متلسة الوزراء أمس الأول إلى تنظيم قطاع التأجير وضمان حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية همام القضاء عبر منصة إلكترونية موحدة ما تعليقك على هذا الخبر نعيد نطرح السؤال أيضا هذا يفتح باب لقضية أو لأسئلة كثيرة هل البيئة مهيئة بيئة العمل في المكاتب العقارية هل هي مهيئة لتنفيذ هذا العمل تنفيذ هذا القرار هو قرار جيد هناك نظام جيد لكن هل البيئة كما هو واضح في الخبر أنه سيتم تدريب عدد من العمل هذا كويس هذا شيء جيد لكن كيف سيتم تدريبهم متى يتم تدريبهم من يقوم بعملية التدريب وفعالية التدريب هذه أسئلة تطرح وكون أنه التقاط الصحيفة صحيفة المدينة والأخضن كاتب الخبر والأخ الزميل سعيد الزاراني وهذا من الصحفيين حقيقة لا بد من الإشارة إليه أنه من الصحفيين الذين يحصلون على أخبار جيدة أنا صراحة لا أعرفه شخصيا ولم ألتقي به شخصيا لكن من خلال متابعتي لما ينشره في صحفها هذه النوعية من الأخبار أو النوعية من التقارير والقضايا والتحقيقات هي ما تهم ما تهم القارئ وما تفيد أيضا القارئ وفي نفس الوقت تفيد الصحيفة بعيدا عن التقليدية في طرح القضايا وطرح القبر هذا قبر يهم كثير من الناس مكاتب عقارية هناك مكاتب عقارية جيدة هناك مكاتب عقارية حقيقة غير جيدة كيف يتم هذا التواهم كيف يتم خلق هذه البيئة إذا سمحت لي هل يمكن أن يخدم هذا الموضوع أو أن يحدث عملية ضبط لأسعار العقارات وضبط مثلا لأسعار الأجار وغيره والله أنا شوف ممكن يضبط لكن كما هو واضح أن العقار عموما أنه فيه هبوط في العقار أو فيه توقف حالة العقار ولذلك لا يمكن لستو اقتصاديا متمكنا في هذا الموضوع لكن لا يمكن قياس أعتقد لا يمكن قياس معرفتها ليؤثر ومؤثر إلا بعد التطبيق الفعلي وأعتقد في نهاية الخبر في فقرة مهمة جدا لا تهم هذا القرار تهم القرارات كلها تفعيل القرارات تفعيل القرار وهذه قضية أيضا تعطي فرصة للصحف لقضية أخرى وهو ما مدى تفعيل القرارات وتنفيذها جميل نتحول الآن إلى ملف آخر وخبر من صحيفة الوطن جاء بعنوان الترحيل والسجن لعصابات تدوير الزكاة ذكرت فيه الوطن أن جهات رقابية قد رصدت عصابات إفريقية غير نظامية تعمل في تدوير الزكاة وبيع الأرز المغشوش عبر نشر متسولات في أحياء شعبية لجمع الزكاة ومن ثم إعادة بيعها وتحيل الجهات الرقابية هؤلاء المخالفين إلى جهات الاختصاص تمهيداً لترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة وتوقيع عقوبة السجن لزعماء تلك العصابات سفالح الموضوع هذا خطير جداً خصوصاً أننا قريبين على وقت زكاة الفطر كيف وجدت طرح صحيفة الوطن لمثل هذا الخبر؟ هذا الخبر أو هذا القضية بالأحاض هو يسجل لصالح صحيفة الوطن في طرح هذا الموضوع طرح هذه القضية حساسة وكما ذكرت أخي العزيز أنها خطيرة ونحن نقبلون على عيد الفطر وفي نهاية شهر رمضان المبارك الله يعيد علينا وعليكم بالأمن والخير والبركات فهذه قضية تتكرر سنوياً نعرف أنه هناك من عندما يقدم الإنسان زكاته لمن يقفون أو يتواجدون في بعض الأماكن والطرقات من أرز وغيره يأخذونها ويبيعونها على شخص آخر وهذه ملاحظة من فترة لكن كون الوطن تتابع هذه النقطة وأيضاً لا ننسى حقيقةً لا ننسى أمانة جدة في كشفها هذه الاحتيالات وهذا النصب أستغفر الله ونحن في شهر كريم مبارك يعني هذه يجب أن يتم القضاء عليها بشكل نهائي أنا أتوقع وأرى أن أمانة جدة لن تتوقف عنده هنا عند كونها كشفة بل ستتابع وهذا واضح من خلال كشفها لهذه القضية الخطيرة والحساسة والمؤلمة والمؤسفة في نفس الوقت يعني هذا غش هذا ناس يأكلون رز من تهي صلاحيته يعني هذا يؤدي إلى المرض قد يؤدي لا قدر الله يؤدي إلى موت موت إنسان موت أكثر من إنسان بسبب هذا أسألك عن المواطن هل بدأ فعلاً المواطن يدرك خطورة التعاطف مع المتسولين وما تحمل هذه العصابات من مخاطر أمنية دائماً المواطن يقول هذا ليو الله مساكين لكن الآن أمكن تحول الموضوع إلى عصابات هو هناك وعي هناك وعي لا نقول أنه ليس هناك وعي نهائي بل هناك وعي لكن فيه أناس لا زالوا عندما يرون أحد محتاج أو توزيع هذا التوزيع في الإشارات وفي أماكن عامة توزيعهم وأعتقد أنه هناك متابعة لحركتهم في عملية التسول هناك من يرى أنه يا الله أنا أعطي كما يقول أنا أعطي بقدر نيتي أنه نيتي طيبة على كيفهم ومذمتهم لكن أنا أرى أنه من المهم أنه صدور فتوى لهذه النقطة المهمة لهذه النقطة هل يجوز وهذه ممكن تطرح الصحيفة وتحصل على فتوى من هيئة كبار العلماء أو من سماحة المفتي أو من يفتون هل يجوز للشخص أن يقدم صدقة أو زكاة لهؤلاء أستاذ فالح أشكرك على وجودك معنا وأعتذر منك لضيق الوقت ختاما شكرا لك ضيفي من الدمام الصحفي فالح الصغير على وجودك معنا وننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى مجموعة من الصور ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر